بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الخلق والمرسلين حبيبنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا البرنامج الغذاء الموزون سنتحدث عن هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغذاء سنتحدث عن أحدث النظريات العلمية في علم الغذاء سنتحدث عن كل ما ينفع الإنسان في حياته اليومية في غذائه في طعامه وشرابه كل هذه الأمور ستكون محاور في هذا البرنامج الطيب المبارك إن شاء الله أولا لا بد من أن نقف موقفة مع الصيام عندما كنت في بريطانيا قبل أربعين عاما كنت أتخصص في القسم القلب هناك وكانت الرمضان يأتي في فصل الصيف كنا نصوم 18 ساعة في كل يوم كان زملائنا الإنجليز يعجبون من الأطباء يعجبون كيف تصومون كل هذه الساعات الطوال وأنتم في غاية النشاط والجد والحماس دون كلل ولا ملل قلت لهم في ذلك الوقت إن ذلك من أمر الله تعالى ولا يمكن لله تعالى أن يأمرنا بما لا ينفعنا على الإطلاق وستبدل أيام لكم فوائد الصيام وها هي الآن قد اتمضت سنون على ذلك والآن تكشفت للعلماء في الغرب في أمريكا وأوروبا أسرار الصيام فأخذوا ينادون بالصوم المتقطع لما تبدى لهم من فوائد في ذلك الصيام ماذا نقصد بالصوم المتقطع؟ الصوم المتقطع على أنواع أكثرها شيوعا الصوم الذي يصوم فيه المرء لمدة 16 ساعة عن الطعام وليس عن الشراب عن الطعام فقط ثم يتناول الطعام لمدة 8 ساعات خلال 8 ساعات مثلا يبدأ طعامه في الساعة 12 صهرا وحتى الثامنة مساء ثم يصوم عن الطعام تماما من الساعة الثامنة مساء وحتى اليوم التالي في الساعة الثانية عشر ظهرا هذا يسمى طريقة 8-16 أي 8 ساعات يأكل فيها الإنسان و16 ساعة يصوم فيها عن الطعام تماما هناك طريقة أخرى تسمى 2-5 يختار المرء يومين في الأسبوع وغالبا ما يختارون وللعجب الشديد يوم الاثنين والخميس في هذين اليومين يتناول المرء 500 ساعر حرارة فقط خلال اليوم واليوم التالي يوم الخميس خلالتنا نقول أيضا يتناول 500 ساعر حرارة أما الأيام الخمسة الأخرى فيتناول المرء طعامه المعتاد كما يشاء هذه تسمى طريقة 2-5 وهناك أيضا طريقة ثالثة للصيام وهي أن يصوم المرء لمدة 24 ساعة لا يتناول طعاما أبدا لمدة 24 ساعة ثم يتناول طعاما كالمعتاد لمدة 24 ساعة وهكذا دواليك أكثر الطرق المتبعة في الغرب والتي تنادي بها المنظمات الصحية في أمريكا وأوروبا هي الطريقة التي تكون شبيهة بالصيام الإسلامي الطريقة التي فيها يصوم المرء لمدة 16 ساعة وهي أشبه ما يكون بنا في شهر رمضان أو في الصيام السنة في يوم الثنين والخميس وفي صيام الأيام البيض التي يدعو إليها الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا وجد الباحثون من فوائد في هذا النوع من الصيام الحقيقة أن الدراسات خلال السنوات العشر الماضية قد تضاعفت كثيرا هناك مئات الدراسات التي تثبت فوائد الصيام المتقطع هناك الواقع دراسة نشرت في مجلة نيو إنجلند جورنال أوف ميديسن في عام 2019 عشر صفحات تخصص أكبر مجلة طبية في العالم مجلة نيو إنجلند جورنال أوف ميديسن للتحدث عن فوائد الصيام المتقطع تقول في نهاية هذه الدراسة أن الصوم لمدة 18 ساعة يقلل من حدوث الأمراض المزمنة من أمراض القلب والشرايين من البدانة والسكر من السرطانات المختلفة يطيل الحياة ويزيد من مقاومة الجسم للشدائد هذا ما يتجده الدراسات العلمية الحديثة أما ما هي الآلية التي يفيد بها هذا الصيام جسم الإنسان هناك نظريات مختلفة منها ما يقول عن الإجهاد الأكسدي ومنها ما يقول بالنظرية اليومية أو التناغم اليومي مع فترة الصيام لكن أكثرها شيوعا هي النظرية الأسيتونية أو الكيتونية والتي تقول أن الجسم حينما يصوم لمدة 10 إلى 14 ساعة أو أكثر يستنفذ فيه مخازن الكلوكوجين في الكبد تستنفذ مخزونها ويبدأ تحلل الأحماض الدهنية في الخلايا الشحمية إذن يصبح هناك مصدر الطاقة في الجسم ليس من السكر الموجود في الجليكوجين المخزون في الكبد ولكن تأتي هذه الطاقة من الخلايا الدهنية المتراكمة في الجسم وهذا ما يؤدي إلى الإقلال من الدهن في الجسم ويؤدي إلى الكثير من الفوائد تنطلق هذه الأحماض الدهنية إلى الكبد ومن هناك تتشكل الأجسام الكيتونية ثم ينتج مركب اسمه FGF21 هذا البروتين له تأثيرات واسعة على الدماغ على القلب على العضلات وبالتالي نجد العديد من فوائد الصيام الدراسات العلمية الآن تقول أن الصوم المتقطع له فوائد على الدماغ يحسن النوم له تفوائد على الكبد يخفف من تشحم الكبد له فوائد على العضلات يحافظ على لياقة العضلات له فوائد على القلب فيقلل من شيخوخة القلب له فوائد على صحة الأمعاء يمنع تضخم الدهن الأبيض ويمنع إبيضات الدهن البني سنتحدث عنه فيما بعد وقد ثبت بالدراسات العديدة مجلة American Journal of Medicine في عام 2020 تتحدث في مقال طويل عن ملخص الدراسات العلمية التي تثبت فوائد الصيام المتقطع على البدانة على ارتفاع ضغط الدم على ارتفاع دهون الدم وأيضا على مرض السكر هناك دراسة في الواقع نشرت في عام 2020 تجمع هذه الدراسة 41 بحث علمي وكل هذه الدراسات أكدت أن في الصوم المتقطع يحدث نقص في الوزن ما بين 1% إلى 13% من وزن الجسم وهذا مجمع عليه في العديد من الدراسات هناك الآن أمر آخر ميكانيكية أخرى أو آلية أخرى تفسر فوائد الصوم المتقطع الله سبحانه وتعالى وضع في الأمعاء جهاز من البكتيريا هناك عدد كبير من البكتيريا المفيدة في الجهاز الهضمي هناك يقدر العلماء أن هناك ما يقرب من 10 إلى 100 تريليون 10 إلى 100 تريليون خلية ميكروبية تكافلية موجودة في الأمعاء في كل مننا فهذه في الواقع تمارس عمل كبير جدا الآن العلماء يتحدثون عن شيء اسمه العلاقة ما بين الأمعاء وما بين الدماغ هناك الآن علاقة وثيقة جدا مثبتة بين ما يجري في الأمعاء وبين ما يجري في الدماغ هناك رسائل تنتقل من الأمعاء عبر العصب المبهم إلى الدماغ وبالتالي تعود تلك الرسائل إلى الجهاز الهضمي هناك في الواقع عدد من التأثيرات الخارجية ما نأكل من طعام يؤثر على كيف نفكر وهذه المقولة قل لما تأكل أقول لك كيف تفكر حقيقة علمية الآن هناك تأثيرات أيضا لما يجري في الخارج ويؤثر على الأمعاء من التوكسينات السموم الخارجية من الالتهابات إلى كل ما هناك كل هذه يمكن أن تؤثر على هذا الجهاز المايكروبيوم الموجود في الأمعاء ومن ثم يؤثر على الدماغ الحقيقة الآن وجد العلماء أن الصوم المتقطع يؤثر على هذا الجهاز على ميكروبيوم الأمعاء يعيد تشكيله وبالتالي يمكن أن يؤثر على الدماغ ونحن الآن نواجه وباء السمنة والسمنة شريكها مرض السكر وهذه عوامل مستقلة للتنكس العصبي الذي للأسف ليست له علاجات كثيرة من هذا التنكس العصبي خرف ألزايمر وهناك أيضا مرض باركنسون وغيرها وقد أثبت العلماء أن الصوم المتقطع يفيد في هذه النواحي ويقلل من التنكس العصبي في الواقع هذا ما جرى في العلم الحديث وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال الصوم جنة أي وقاية ليس فقط من الشهوات والشيطانية ولكن أيضا وقاية للجسم من العديد من الأمراض حتى ألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة